السلام عليكم أصدقائي مساء الخير على الجميع هناك موضوع خطير يتعلق بالأطفال بألمانيا تنشر وسائل الإعلام الألمانية باهتمام كبير جدا الأمر هو أن الأطفال عندهم ترتفع بنسبة كبيرة جدا هذه الأيام نسبة دخولهم إلى المشفى وربما يعني يدخل الطفل إلى المشفى ويعني يقيم بالمشفى لأكثر من يوم من أجل الحصول على علاج وهذه النسبة بالمقارنة مع العشر سنوات الماضية يعني قبل عشر سنوات كان عدد دخول الأطفال قليل جدا إلى المشفى هذا يعني أنه بالعام الأخير يعني بالـ 12 شهر الماضية دخل أطفال إلى المشفى بألمانيا بسبب مشاكل صحية وكان عدد اللي دخلوا إلى المشفى يعني اللي تتراوح عمرهم بين 10 إلى 11 عام كان هو 81 ألف شخص من هذه الفئة العمرية اللي هي يعني قبل سن البلوغ وبينما قبل عشر سنوات من الآن يعني كان عدد الأطفال اللي يدخلون للمشافى أقل بـ 13% من الوقت الحالي طبعا المأساة الكبيرة هي أنه السبب الرئيسي لزيادة حالات دخول أطفال إلى المشافى هي الأمراض النفسية والعقلية تخيلوا أطفال بعمر الورد من 10 إلى 17 عام يدخلون للمشفى بسبب كآبة بسبب أمراض نفسية بسبب مشاكل عقلية لم تشرح الدراسة السبب هذه الأمور ولكن يعني الأمور واضحة بوضوح الشمس أصدقائي اللي هي الكورونة تبعات الكورونة وسائل التواصل الاجتماعي اللي دخلت بقوة العالمنا يعني بالخمسة أو بالسبع سنوات الأخيرة الإنترنية هذه الأمور دمرت عقول الأطفال وحتى الكبار أيضا فالأطفال الآن يتخذون قدوات لهم من تطبيقات مثل التك توك ويقلدون تفاهات المجتمع بينما قبل 10 سنوات يعني كان تأثير التواصل الاجتماعي ضعيف بالمقارنة مع الوقت الحالي ويعني إن رأى الأطفال أشياء بالتلفاز مثلا فتكون مختارة بعناية من قنوات خاضعة لضوابط معينة يقول التقرير أيضا أن السبب الآخر لزيادة عدد الأطفال الداخلين للمشافي هي الإصابات مثل الإصابة أثناء اللعب سقوط حادث ما والتسمم الكحولي يعني فال شربوا كحول بكمية كبيرة تخربطت صحتهم وتم نقلهم إلى المشفى الموضوع الآخر أصدقائي هو حادثة مؤسفة للأسف حصلت قبل قليل من تسجيلي للفيديو وراح ضحيتها لاجئة وجرح سبعة لاجئين آخرين بجروح خطيرة بألمانيا الأمر هو أنه على الأوتوبان الآزيبتزن شرق ألمانيا بالقرب من دريسدن كان هناك مهرب من دولة جورجيا عمره 22 عام يهرب مجموعة لاجئين يعني وهؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين بدولة لتشيك وهو كان واجب أنه ينقلهم لداخل ألمانيا لما كان على الخط السريع الآزيبتزن يبدو أنه قاد سيارته بسرعة كبيرة بسرعة جنونية كما يوصف بالإعلام الألماني وكأنما كان شيء يطارد سيارته فأثناء القيادة بسرعة كبيرة نزل على الطريق الزراعي واصطدم بسياج للغزلان وانقلبت السيارة الرينو المينيباس يعني المينيباس الصغيرة يعني مرات عديدة انقلبت بالطريق الزراعي وللأسف الشديد المهرب بعد هذه الحادثة ما نزل من السيارة اللي هي تحمل لوحات تسجيل برلين بل هرب لأماكن زراعية ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بمساعدة مروحيات البحث عند الشرطة والكلاب البوليسية والسيارة بعد الحادثة وبعد الانقلاب كان صعب إخراج الجرح من داخلها لأن البواب الحديدية كانت مقفولة داخلها من ثمانية لاجئين بدون كراسي وبدون أحزمة أمان لما وصل رجال الانقاذ والاطفاء وجدوا أن امرأة من بين اللاجئين كانت متوفات وسبعة كانوا بحالة خطيرة جدا وجروحهم خطيرهم بين الحياة والموت طبعا وقت الحادثة هي الساعة السادسة صباحا هذا اليوم والمهرب الجورجي حسب بلد الإخبارية رح يتم محاكمته وفق الماتة 97 والفقرة واحد من قانون العقوبات ويعني هي تنص على السجن لمدة لا تقل يعني السجن لا يقل عن ثلاثة سنوات بسبب تهريب البشر طبعا بلد تقول أيضا أن المهرب الجورجي كان عليه أمر قضائي واجه القضاء بشهر مايو أيار بسبب الإتجار بالبشر تهمت هذه كانت ولكن غير معلوم يعني سبب خروجه من السجن لماذا ما تم حبسه ولماذا يعني ما تم حبسه حتى هذه اللحظة موضوع الآخر أصدقائي بألمانيا توجد حركة متطرفة اسمها الجيل الأخير دي ليتستا جنراتسيون هاي الحركة ضم أشخاص متطرفين بمجال حماية المناخ زاد نشاطهم لما صعد حزب الخضر بالانتخابات الماضية بين الحين والحين نسمع أن أفراد هذه الحركة قطعوا شارع معين جلسوا بشارع على أوتوبان وحملوا لافتات تدعونا لعدم استخدام السيارات لأنها تلوث المناخ اليوم وهي ليست المرة الأولى تم اقتحام مطارين بألمانيا وهم مطاري هامبورغ ومطار دوسلدورف غرب ألمانيا من قبل أفراد منظمة لستا جنراتسيون وهذه الأيام مطارات العالم تشهد أرقام قياسية بعدد المسافرين والكثيرين يستخدمون المطارات رغم غلاء أسعار تذاكر الطيران بالوقت الحالي بسبب زيادة راتب الموظفين والتضخم وتم تسجيل بستة سبعة يعني قبل كم يوم تم تسجيل 165 ألف رحلة جوية بالعالم وهو رقم قياسي مصارب تاريخ العالم يعني حتى قبل أزمة الكورونا بألمانيا بسبب اقتحام أعضاء الجيل الأخير من المطارات حصلت تأخيرات بأغلب المطارات بألمانيا ليس فقط بالمطارين لأن الرحلات تم تحويلها من المطارات المتضررة إلى مطارات أخرى ويقال أنه تأثرت 330 عملية إقلاع وهبوط وتأخرت العديد من الرحلات بسبب الاقتحام اللي صار بالساعة السادسة صباحا آثار الاقتحام حتى الآن موجودة بوقت تسجيل الفيديو وآلاف المسافرين اضطروا إلى الانتظار لساعات عديدة بسبب تأخر أو تأجيل رحلاتهم إدارة مطار دوسلدورف اللي شهد ازدحام كبير يعني هذا اليوم وهذه الأيام كتبت أن المطار قد تم إغلاقة لساعة كاملة بسبب يعني دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى ساحات مدرج الطائرات وكلف التعامل بياهم ثلاثة ساعات أدت لتأخير وإلغاء رحلات من وإلى ألمانيا يعني إلى هذا المطار هناك انتقادات إلى الحكومة بسبب السماح لهؤلاء المتطرفين بالدخول للمطارات أو عدم ردعهم بإجراءات قالونية معينة مثلا عدم سجنهم عدم محاكمتهم مثلا كيف تمكنهم من اقتحام مطار من المفترض أن يكون مؤمن بشكل كافي ضد يعني مخربين إرهابيين تجار مخدرات وإلى آخره ويريد النشطاء المحتجين أن يتم إلغاء أو تقليل الرحلات الجوية وتريد الحركة أن يصير الطيران أغلى ثمن بحيث ما يتمكن الناس من السفر إلا عدد قليل وهم كانوا فرحين هذا اليوم بسبب ما أسموه إنجازات اقتحام مطاري هامبورغ ودسلدورف نتحول للموضوع الأخير ضربة كبيرة ضد العمل بالأسود بألمانيا هذا اليوم حوالي ألف شخص يعمل بالشرطة وبلتسول آمت قاموا بعمل كبسة للعمل بالأسود هذه المرة الضربة الكبرى ضد العمل بالأسود حصلت مو بالمطاعم ولا بالكافهات أو شيشة بار ولكن بأماكن بناء عديدة أكثرها بفرانكفورت تم تفتيش بوشتلة بأعداد كبيرة وأيضا تم تفتيش بيوت وشركات وتم التدقيق بمعلومات عديدة ونتيجة الحملة تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص العاملين بالأسود أو أرباب يعني عمل موظفين أشخاص كثير عندهم يعملون بالأسود هذه المرة تحديدا كان الهدف من الكبسة اللي عملتها الشرطة ولتسول أمت هو ضرب شركات تسمى بالسيرفز فامن وهي شركات تجمع عمال الأسود بشكل غير شرعي تدفع لهم رواتب ترسلهم لأماكن من أجل العمل بيها ويعتبر العمل بالأسود بمجال البناء من أحد المجالات اللي صعب كشفها من قبل دوائر الدولة أو ولتسول أمت كون أماكن البناء متنقلة متغيرة وليست بمكان ثابت مثل صالون حلاقة أو محل معين ولكن يبدو أن الحكومة الألمانية غيرت من أسلوبها وتريد أن تقضي بشكل كامل على العمل الأسود لأنه يحرم الدولة من عوائل ضريبية تقدر بالمليارات بالإضافة إلى أن من يعمل بالأسود ويحصل لها حادث أثناء العمل فهو محروم من عدد كبير من طرق الدعم والمكافآت وما تشمل التأمينات على الحياة أو تأمين الإصابة أثناء العمل ما هذا الموضوع صانع للنهاية إشاء الله تكونوا استفادئت وتحياتي لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر